حول هذه الجمل الإسمية إلى جمل فعلية هنحول الجمل الإسمية إلى جمل فعلية اتفقنا الجملة الإسمية بنحولها الجملة فعلية إزاي؟ بنبتدي بالفعل اللي في الجملة هنا نحطه في أول الجملة عشان تبدأ الجملة بتاعتي بتقى الفعل ودور لها على فاعل طب تحنا نشوف كده السائقون يتبعون قوانين المرور فين الفعل في الجملة دي؟ أحسنتم يتبعون طيب أنا ينفع أقول يتبعون السائقون قوانين المرور لا طبعا طب ليه اللي احنا اتفقنا في حلقة سابقة ان الفعل في بداية الجملة يأتي او يلزم صورة الافراد يأتي دايما المفرد فهقول ايه يتبعون ولا يتبع احسنتم هقول يتبع السائقون قوانين المرور هنقول كده يتبع السائقون ليه اعملت الشكل ده كده قال ان الفعل في بداية الجملة يلزم صورة الافراد يأتي دايما مفرد تلاحظ كده الفعل بتاعي جالي جمع مذكر سالم والفعل دايما مرفوع لو نوعه جمع مذكر سالم بيبقى مرفوع وعلامة رفعيه احسنتم الواو تعالوا نشوف الجملة رقم بقى بتقول ايه تقول لي الشقيقان تعاونة في الخير ازاي نحاول الجملة دي الجملة فعلية هنشوف الفعل اللي عندنا فهنلاقي عندي تعاونة طيب ينفع اقول تعاونة ها الشقيقان تفقنا ان الفعل في بداية الجملة هيجي من غير خلاص الالف او غير مضاف للالف اللي بتدل على المسنة لانه دايما بيلزم حالة الافراد في بداية الجملة فهقول تعاونة الشقيقان في الخير طيب ننتقل للجملة الثالثة رقم جيم بيقول النجوم تنيروا ليلا النجوم تنيروا ليلا وعايزين نحولها لجملة فعلية هدور على الفعل فهقول ايه الفعل اهو تنير طيب الفعل هنا فيه اي مشكلة لا الفعل جال في صورة المفرد اذا الفعل صحيح هقول تنير النجوم ليلا اخر جملة عندي اللي هي جملة رقم دال اللي بتقول لي ايه المصري استردى سيناء وعايز احولها الجملة فعلية زي ما تعودنا في الجملة السابقة هنقول ايه هنجيب الفعل دوك كده في بداية الجملة هنقول استردى فيه اي مشكلة عندي في الفعل هنا قال لي لا الفعل جال في صورة المفرد لانه في بداية الجملة فقول استردى المصري سيناء طيب ننتقل سويا للنشاط رقم خمسة ونشوف النشاط بيطلب مني نا ايه بقول لي ضع كل اسم ما يأتي في جملة مفيدة بحيث يكون فاعل تاني هنحط كل الكلمة من دول في جملة بحيث ان هو يكون فاعل يعني كده هتدي الجملة دي بايه محتاجين ان احنا نتدي الجملة دي بفعل وبقى فعلي يناسب الفعل بتاعي فأول كلمة عند الشجرة الفعل المناسب اللي هكتبه علشان تبقى هاتي جملة فعلية فتيجي كلمة الشجرة فاعل احسنتم ممكن اقول مثلا اثمرت الشجرة اثمرت الشجرة وطبعا هحط على كلمة الشجرة انها نهيتها ضمة لان الشجرة مفرد والفعل لما بييجي مفرد بيبقى مرفوع وعلامة رفعه ضمة طيب ليه في كلمة اثمرت حطيت التاق دي اللي حطيت التاق لان الفعل كلمة الشجرة مؤنس ولو الفعل مؤنس الفعل بيجي في نهايته لو ماضي بنضع في نهاية الفعل الماضي تاق بتدل على المؤنس فبقول اثمرت الشجرة طيب تعالوا لنشوف الكلمة التانية عندي كلمة الشمس وعايز احط كلمة الشمس في جملة مفيدة بحيث إنها يكون فاعل فمسلا ممكن أجيب قبلها فاعل مضارع مثلا زي ما أقول إيه تشرق واجيب الشمس اللي هي الفاعل بتاعي الشمس صباحا تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا فلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن